في خبر عاجل الآن مصر عصائق وإصابة خمس طالبات في انقلاب حافلة تابعة الجامعة بيشا توفي عصائق وإصابة خمس طالبات في انقلاب حافلة تابعة الجامعة بيشا صباح اليوم الاسنين وانقلبة حافلة الطالبات بعد انحرفها واستضمها بصبات خرصانية أثناء رحلتها الصباحية قادمة بمركز الرزق بمحافظة تسليس وكان على متنية عدد من الطالبات للدراسة بشاطر البنات في المحافظة وأصفر الحادث عن وفاة صائق الحافلة وإصابة خمس طالبات وتم نقلهن المستشوى تسليس العام حسب عقاز والحد هنا يكون الفيديو خلص إلى اللقاء فيديو جديد وخبر جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر